أهلا بكم مشاهدين في هذه الفقرة التي تدخلنا عوالم الكاتبات والكتاب نطرح أسئلتنا عن آخر إصداراتهم لماذا وأين يكتبون وما الذي يلهمه أسئلة أخرى نقلناها إلى الكاتب والرواء المصري محمد الفخراني محمد الفخراني هو كاتب ورواء مصري من مواليد عام 1975 صدرت له عدة مجموعات قصصية وروايات منها فاصل للدهشة وألف جناح للعالم ومزاج حر إلى جانب آخر إصداراته رواية غداء في بيت الطباخة التي فازت بجائزة أفضل رواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة أيضا محمد الفخراني حصل على عدة جوائز منها الجائزة الأولى للقصة القصيرة من نادي القصة بالقاهرة عام 2002 وكذلك جائزة الدولة التشجيعية للقصة عام 2012 عن مجموعة قبل أن يعرف البحر اسمه ترجمت رواية فاصل للدهشة إلى اللغة الفرنسية وحصلت على جائزة معهد العالم العربي عام 2014